أو بيان مجلس إدارة النادي الأهلي ما هو إلا بيان لحفظ حقوق النادي الأهلي كاملة وأنه لن يلعب مباراة يوم 28 فبراير إلا في الدوري ألعاب المصري إلا في الدوري الألعاب المصري وبعدين برضو بمناسبة الخوف وأنا أخاف ألعب في الدوري ولا أخاف ألعب في الكاس اللي هاي البطولة التانية معروفة حدش بيتكلم في الموضوع ده أكيد معروفة ندي الأهلي يلعب في البطولة الأم أو يخاف يلعب في البطولة الأم ولا يخاف يلعب في بطولة الكاس اللي هي البطولة التانية في مصر برضو لما يجي يتكلم أو لما المسؤول ده يجي يتكلم لازم يفكر ولا بيعرف يفكر ومسؤول هو كان أسامة حسني مرهب لكده قال لك مسؤول في اتحاد كرة القدم ولكنه غير مسؤول عن التصريحات بالفعل هو مسؤول في اتحاد كرة القدم ولكن للأسف هو غير مسؤول عن كل هذه التصريحات سواء ده ولا ده ولا ده ولا ده الناس اللي بتكلم في إطار هذا الموضوع